موسيقى هذا هو الفن الذي لا يخلص وأنا حريص أن أحاول على الأقل أن أعمل شي جديد وأنا أطمنكم أنه الأشياء بخبّيه كثير جميلة جميلة عن زادة جميلة أغلب وقتك تتقضيه بالستوديو وتسجل أغاني ودايماً هكذا يوجد بحث مستمر على الأغاني في استوديو ببيتي وستوديو بسيارتي وستوديو بورتبل يأخذوا معي وستوديو الأصحابي لوتشي بوشناك أيضاً لديك استوديو في تونس ومشبارشة فنانين عندهم استوديويتش في تونس وهكذا كان شهرت وقتها الخبري والخبار متعالي لوتشي بوشناك عنده استوديو لماذا؟ قبل ما أشتري بيت اشتريت استوديو لكي أكون حراً جميل جميل حكيت عن حبيتك أنا آخر عمل لرامي عياش هالأغنية اللي غيرت ممكن حيات رامي عياش الفنية ورح نحكي عنها الموضوع لكن خلينا قبل نشوفه فيديو كليب حبيتك أنا رامي عياش في ثلاثة حبيتك أنا حبيتك أنا ضل تذكر هالكلمات حبيتك أنا حبيتك أنا حبيتك أنا مش حلوي منك بزا حبيتك أنا تعزب أنا لأني أنا ما في شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا حبيتك أنا لا تنسى دموع الليلات حبيتك أنا حبيتك أنا أمش حبيتك أنا مش حلوي منك بزا تدعى سان أنا لأني أنا مفي شي لك لحظات من قلبي أنا يا قلبي أنا حبيتك أنا تنسى دموع الليلات حبيتك ترجمة نانسي قنع 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 ترجمة نانسي قنع